في البلدة القديمة وسط مدينة غزة تصدح مآذن واحد من أقدم مساجد فلسطين وأكبر جامع في قطاع غزة إنه المسجد العمري الكبير قديما كان معبدا ثم حوله البيزنطيون إلى كنيسة في القرن الخامس الميلادي وبعد الفتح الإسلامي في القرن السابع حوله المسلمون إلى مسجد المسجد له أثر كبير على قلوب الغزيين في قطاع غزة لما له من قيمة أثرية وتاريخية عريقة يحنئ إليه المصلون من جميع قطاع غزة يأتون إليه خاصة في المواسم في رمضان وفي الترويح وفي القيام سمي المسجد العمري تكريما للخليفة عمر بن الخطاب وأطلق عليه الكبير لأنه أكبر جامع في غزة وفي شهر رمضان يأمه المصلون من جميع محافظات القطاع ليجدوا بين جانباته مكانا روحانيا وإيمانيا طبعا الحمد لله لدينا برنامج حافل في شهر رمضان بنجيب قراء أصحاب أصوات نادية بنجيب نعم المسابقات تأتي معظم أو يعني بيحب أكثر ناس أو أكثر عدد من ناس الموجودين في قطاع غزة بيحبوا يجوا على المسجد العمري تأيامنا بالمسجد الأقصى المبارك المسجد العمري يمتد على مساحة تزيد على أربعة آلاف متر مربع ويضم ثمانية وثلاثين عمودا أثريا من الرخام وخمسة أبواب رئيسية ومئذانته ذات الطراز المملكي من أبرز معالمه إذ يبلغ طولها ستة وثلاثين مترا آتي في التاسع صباحا كل جمعة هنا لأستنشق هواء المسجد العمري أتأمل جدران أبنية الأقبية لأنه بشكل إلي حالة إيمانية غير متوفرة بأي مسجد آخر يضم الجامع العمري مدرسة لتعليم القرآن ومكتبة تحتفظ بمخطوطات تاريخية وساحة عامة للحفلات الدينية وتضفي جدرانه السميكة وعمدته التراثية ومساحته الواسعة أجواء إيمانية على مرتاده لم يعد المسجد العمري ملجأ للمصلين فحسب بل بات مركزا حضريا وعلميا ودعويا يأتيه الناس من كل مكان فمعالمه تذكر رواده بالمسجد الأقصى الذي يحرم الاحتلال غالبية سكان غزة من زيارته في مدينة القدس سامي برهوم تيرتيع عربي كطاع غزة ترجمة نانسي قنقر